مجزر لهم لمباء أهلا بكم أفادت مصادر بتجدد الاشتباكات بالمحور الغربي بين قوات مجلس شورة ثوار بنغازي ومليشيات حفتر بالمحور الغربي إلى ذلك أفاد مصدر طبي من مستشفى الجلال بمقتل أربعة من مليشيات حفتر وجرح خمسة آخرين بمحور القوارشة المصدر أوضح أن القتلى سقطوا نتيجة قصف بالمدفعية الثقيلة في اشتباكات مع مقاتلي مجلس الشورة مؤكدا أن ثلاثة من القتلى هم من المناطق الشرقية يحملون بطاقات متطوعين حسب المصدر الذي أضاف أن الجرحى أجريت لهم عمليات بطر وترميم للأعضاء في إشارة لخطورة الإصابات في درناق قال ناطق باسم مجلس الشورة مجاهدي المدينة حفظ الضبع قال للنبأ أن قوات المجلس تمكنت من تدمير أهليتين مسلحتين لمليشيات حفتر بمحور مضحاك طبع قال إن المجلس صد محاولة تقدم لمليشيات حفتر في محور مضحاك والحيلة والتي تدخل فيها الطيران مضيفا أن الاشباكات لا تزال مستمرة قال مصدر من الكلية الجوية مسراتة إن طائرات تابع لهم نفذت غارات جوية على تمركزات لمنتسبي تنظيم الدولة بمنطقة بوغرين يأتي هذا فيما أفاد منظر محلي من بوغرين بأن الضربات الجوية كانت عنيفة واستهدفت تمركزات لمنتسبي تنظيم الدولة مشيرا إلى أن الضربات سمع دويها في أرجع المنطقة في حين تجرى الإشارة إلى أن منتسبي تنظيم الدولة يسيطرون على المنطقة بعد تقدمهم منذ أيام والشباكهم مع بعض من كتائب ثور مصراتة أخيرا شدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفض بلاده للتدخل العسكري في ليبيا مؤكدا أن الوضع في ليبيا يهم الليبيين وهم من يقترحون الحلول الكفيلة بإخراج بلدهم من هذه الأزمة الصيد وخلال لقاء تلفزيوني بالقناة المغربية قال أن كل تدخل في شأن ليبي خطأ وتونس لم تتدخل في شأنها فالموضوع يخص الشعب المعنية بالأمر هو الذي عليه أن يأخذ القرارات اللازمة لحل مشاكله وعلى دور الصديقة أن تساعدهم في ترسيخ هذه الحلول كما شدد الصيد على تعاون الوثيق القائم بين بلاده وكل من المغرب والجزائر في مجال محاربة ما سمه الإرهاب انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة